واذكري في فرحتي كل شهيد الوحدة اليمنية قدر ومصير كان هذا شعار الفعالية الاحتفائية التي نظمها مجلس شباب الثورة وحضرها جمع كبير من الجالية اليمنية والأشقاء العرب في مدينة إسطنبول وبمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة جدد مجلس شباب الثورة التأكيد على إيمانه المطلق بوحدة اليمن ورفض ما وصفها بالمؤامرات الداخلية والخارجية لتمكين مشاريع الانفصال شمالا أو جنوبا وأن الاختلالات التي شابت هذه التجربة ومنها ما تعرض له أبناء الجنوب من إقصاء وتهميش منذ حرب 94 من قبل النظام السابق نال مثلها أبناء المحافظات الشمالية بأشكال وأنماط متفاوتة نظرا لتفرد النظام السابق في الحكم وإدارته للحياة السياسية بمنطق المكايدات وإذكاء الصراعات وتوزيع السلطة والثروة وفقا للولاءات على هامش الاحتفال نظم مجلس شباب الثورة ندوة بعنوان الوحدة اليمنية بين واقع التشضي وحتمية البقاء تترقت لمواضيع عدة منها النظر إلى الوحدة كمحصلة لنضال أجيال من اليمنيين ومطلب شعبي تعرض للتشويه من قبل أنظمة الاستبداد المتعاقبة على شطري البلاد قبل الوحدة والتي أسرت على تحقيق الوحدة بما يضمن مصالح نخبتي الحكم في الشطرين طبعاً اللي يحاولوا يفشلوا الوحدة أساساً هم أنفسهم اللي قاموا حرب الـ 94 حقيقةً يجب أن يعلم الكل قامت حرب الـ 95 بعد ما اكتشف الحزب الاشتراكي أن هناك في ثروة في داخل حضر الموت في 93 اكتشفت هو قلس 23 سنة يحكم ولم يعلم أن هناك ثروة في حضر الموت بعد الوحدة بسنة بهرت الثروة أنا سأقول لك حقيقة الموضوع بعد ظهور الثروة في 91 بدأ الإعلان عن أن هناك نفط حب الاشتراكي أن يرجع يحكم ثاني مرة لأنه ماذا كان ينقص الاشتراكي ليتوحد حقيقة اللي يجب أن يقول أنه كانوا متحمسين لا كان يريد الوحدة بطريقته الخاصة الحزب الاشتراكي اليمني حين استغنى النكتمع الاشتراكي عنهم وبدأ بعد حد 13 نير وانهارت عندهم منظومة بدأ يلقع إلى الوحدة حقيقة أنهم لقوا الوحدة لأنه لم يكون هناك مردود مالي الطريق إلى تحقيق الوحدة اليمنية من القرن الماضي كان قرارا داخليا استثمر لحظة تغيرات دولية تمثلت في انهيار منظومة الاتحاد السوفيتي غير أن ما تمر به البلاد من لحظة ضعف أثار شهية بعض دول الأقليم لتوسيع نفوذها على حساب كرامة اليمنيين ولا يمكن مواجهة هذه المخططات من دون استفاف وطني شجاع إذا لم تتشكل جبهة وطنية الآن جبهة وطنية من شخصيات وقوة ينبغي أن تعلم موقفها الآن هذه المراوحة في المنطقة الرمادية أو لقوف في المنطقة الرمادية ما بين الإعلام الصريح عن طبيعة التهديد التي تعرضت الدولة اليمنية والتماهي مع الإجراءات التي تحدث الآن هذه الشخصيات إذا لم يحضر دورها الآن القوى والمكونات السياسية إذا لم يحضر موقفة يعني دورها الآن فمتى سيحضر أنا أعتقد أنه إذا استمرت حالة الغيابة المخزية للقوى الوطنية والشخصيات الوطنية يمكن للمشاريع الهدامة أن تنضي قدما مجلس شباب الثورة كان قد شدد في بيانه على رفض أي إجراءات تهدف لتقسيم اليمن وأي تفاهمات أو اتفاقيات مع أي ميليشيات خارجة عن القانون قبل تجريدها من السلاح للجماعات المسلحة وتغذية لأسباب الحرب ومصادرها ودع المجلس إلى الاستفاف في جبهة وطنية واحدة تتصدى للطامعين وتتصدر كفاح اليمنيين في سبيل استعادة دولتهم وجمهوريتهم